انتو مالكو ان شاء الله علاقهم على يوفط على ستة اكتوبر هو المحجبات ما بيروحوش سينما هو المحجبات ما بيحضروش حفلات وحارك عاش في امريكا عادي يعني تشوف الناس اللي بيرسموا على جسموهم واشم ويخرموا بوشهم مليون خرم هو ده التقدم من صاحب الشيطان واخداء انجاجين اوعد باتوا مظلومين ولا باتوا ظلمين ليه؟ باتوا حقانيين يا بختي من بات حقاني لا مظلوم ولا ظلم اهلاً اهلاً بس يا ستة انا هقولك التعريف اللي انا كتباع للصفحات بتاعتي انا دعاء فاروق ام العيال وموزيعة بعد الظهر اهلي هم كل حياتي يعني من اول بابايا مامتي اخواتي جوزي ولادي بابايا كان ميرفو عالي في الحق يعني ما يسكتش ومامتي برضو مع ان هي تبان هادية جدا بس هي يعني عندها برضو صوت الحق عالي و جديدة جدا و احنينة جدا هي طبعا طول عمرها تقول دي كان نفسي تاخدوا مني هدوئي بس معرفناش ناخد الهدوء هي حكيمة اكتر مني يعني تعرف تفكر وكده انا فيي شوية اندفاع بس بالوقت و بالعمر الاندفاع طبعا قل كنت مندفع اكتر و انا صغيرة لما كل ما بكبر كل ما يعني بعرف اه اتحكم في نفسي لا 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 دي انا كنت رانا واي برايد لا 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 انا كنت بتخطب وفسخ واجري سلاموا علي باي باي يعني ماش عايز اكمل وكده فكان لأ عمره ما ضغط علي كان مديني حريتي و شوفي انا جاي من طنطة وهو كان يعني احنا عايشين طول عمرنا في طنطة بس احترم فكرة الطموح هو كان دايما يقولي انا احنا اربع بنات و ما عندوش ما خلفش صبيان يعني بس كان دايما يقولي انا عندي اربع رجالة وكان محترم جدا فكرة الطموح اللي عندنا مفيش حاجة فكان دايما يقولي انا يعني تخيلت انكوا هتتخرجوا وتتجوزوا بقى وتخلفوا وتقعدوا بقى جمينا في طنطة فجيت انا خدت الرائع و قلتولي لا انا هطلع اشتعل في القاهرة وبتاع واحترم دا جدا و عمره ما قالي لا اعودي طيب روحي اشتغلي فاروح اشتغل اشتغلت الاول في المطار وضيفة ارضي بقى فرحان دهاء بتختار برضو شغلانات ميفيش اقوليها لا يعني انا اقوليها لا ازاي يعني وبعدين اروح وارجع وابدين اقولي ايه انا هقدم انا مزيعة وتقابلت اتقابلتي اتقابلتي مزيعة ازاي اقوله اتقابلت روحت اقدمت وتقابلت يعني هشورك في التليجزيون اقوله اه اروحي فكت اروح وهو كل دا كانوا لسه في طنطة يعني مش في بالهم ابدا ان انا ممكن اروح و اعيش و اشتغل و كده وبعدين بعد اما اتنقلت و عشت في القاهرة طبعا كنت بروح اللي بيت جدي و بيت خالي و كده بس بس استلي واحدي اهلي مش موجودين معايا قرر بقى انه هو يعني ننقل بقى كلنا خدت بقى اخواتي واحدة و ارد تانية و كان محترم الطموح جدا و فخور جدا بيا يعني بيمشي كده رأسه مرفوعة انه بناته بيشتغلوا و محققين نفسهم و ذاتهم و يعني ربنا يرحمه انا يعني صعب يعني انا بابايا ده مش هيتكرر الجوزي عارف كده و يحبه جدا لانه كان راجل توليفة غريبة يعني كان امر عيني خضرة و اسمراني و كان مخلص جدا لمامتي و بيبوس ايديها و يحبها و يقعد يقول لنا انا اجيبلكوا واحدة خواجاية على فكرة تفاكرين دي عادية كده لا 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 دي امر دي خواجاية و يبوس ايديها و يدلعها قدامنا و يحبها و يساعدها في البيت و كان مهندس و يشد مني مثلا لو انا مقفى بنظفة يشد يقولي انتي عارفت عملي انا اللي هعمل كان توليفة كده صعبة تلاقيها صعبة يجود به الزمان و يهزر و يشيل الولادة على ظهره و شيك و بيكلم كويس و يشرف جوا و برا ربنا يرحمه يعني لا 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 مش هيجي زيه تاني يا خلص يعني ابو يا ده ربنا يرحمه و يغفره يا رب لا بوسي احنا سنين عمرنا انتي طبعا على الهوى ممكن حد يقولك كلمة تدايقك من الحاجات اللي انا دايما بفتكرها ان انا اول ما اتحجبت الشيخ صالح كامل قالي لا ما تروحيش اقرأ فلما قلت له انا اتحجبت بقى هروح بقى اقرأ بقى يعني ده قالي ليه ليه يعني مش فيه ما تشتغل برامج عاديا هو يعني هو المحاجبات ما بيروحوش سينما هو المحاجبات ما بيحضروش حفلاته كان عنده نظرة بعيدة ما كانش سيء كان ممنوع اصلا المحاجبات يطلقى في التلفزيون قبل بقى الثورة و قبل كده كان ممنوعه فهو قال لا طلعي و قدمي برامج فنية فكنت اول ما ابتديت ابتديت برامج منوعات كنت استضافت كمية فنانين انا مصطدفاهم بالحجاب كتير جدا فاول ما طلعت كان معي محمود الجندي كانت هو بقى كنت مصطدفا و كان لابس جلابية بيضا كان ساعتها بيطلع في البرامج بالجلالين و انا لابسة الحجاب و قاعدين من التكلم فدخل اتصال من امريكا واحد مش عارف اسمه محمد ايه ولا امو امي يعني مصري امريكا فقام قيل لنا ايه هو انا مش فاهم ان انا شايفه ده احنا بنتقدم ولا بنتأخر هو ايه اللي انتو عاملينه ده ايه اللي انتو لابسينه ده انتو ايه اللي انت لابساه ده و ايه اللي هو لابسه ده و كنا على الهواء انا معمود الجندي و كان لذيذ كده سكت امضاحك كده ايه وساكت و انا نرفي علي بعطل عمر ايه قلت له يعني عارف عاش في امريكا عادي يعني تشوف الناس اللي بيرسموا علي جسموهم و اشموا و يخرموا بوشوهم مليون خرم هو ده التقدم و واحد لابس جلبية زي الفل و واحدة ست لابسه شيك و كده عشان بس لمجرد ان هي مغطية نفسها هو ده بقى التأخر في وجهة نظرك فايه و اتحمقت اوي بقى كده و امترد عليه وبتاع بعديها بقى جاي سيل من المكالمات و مش قادر انسها بقى المكالمة اللي بعدها على طول من حد اسمه روفاقيل في استراليا قالي انا مبسوط اصلا و انا بتفرج عليكم انتي حسستين ان انا قاعد في مصر ده شكل جرانه في شبرا و ده شكل الناس و استاذ محمود الجنجي و لبس الجلبية كده انا حسنا قاعد بتفرج على الناس في مصر لا اكملوا انا عاجبني الشكل ده و عاجبني فيمكن دي من المواقف انا مش قادر انساها ابدا نوقات بدايتي و انا محجبة وبعد كده حستت بتقبل رهيب بشكلي بالحجاب على الشاشة وبانه يعني وساعتها و بعدها كنت مستضيفة بوسي فنانة بوسي مرت موريش ريه الله يرحم فدخلت قاعدة مين المزيعة قلت لها انا قالت ليه الحلوة دي تنتي شيك قوي تنتي لذيذة قوي بفتكر الحاجات دي و بحس انه يعني ايه دي بوش لطيفة كانت في بداية حياتي وبعد كده بقى حبيت اكتر برابة الاجتماعات من اكتر الحاجات اللي خبتني انا شخصيا هي الحلقة بتاعت الست اللي قالت لي انا سحرت الجوزي و جوزته بالسحر و امراته بقت تجري في الشوارع تسرخ وهي بتتصل بيه عشان تشتكيلي منه قال له هو فانا انا عملت الحلقة و روحت عادي ففجئت بقى لقيت انقلاب يعني لقيت انقلاب في مصر ولقيت حبيبتي اللي انا بموت فيها سعاد يونس حطة الحلقة دي على صفحتها بعشاء الست دي شرباط و كتبه تعبيرات وش دعاء من موتاني مدحك فانا ما فهمتش هي دي سعاد يونس الحقيقية يعني تعبيرات وش انا ليه و انا عملت ايه انا مش فاكرة فبعد كده اكتشفت انه فبقيت اتفرج ايه ده بقيت اتحكي انا اصلا الموضوعة كان يخض انه الست هي عاملة يعني من صاحبة الشيطان واخدها انجاجي وبتشتكيلي من الراجل اللي هو يعيني مغلوبة على امره و بيدفع للعيال و مش يبقى حرام عليه مش يبقى حرام عليه فطبعا دي كانت من المفارقات اللي الناس تخيلت ان احنا مفبركنها و انا قلت لهم لو جبت اكبر واعظم كتاب السيناريو مش هيوصلوا للدماغ دي والحمد لله ان فيه شوية تلقائية على شوية كده بيطلعوا بقى كده دي حاجات كده بتاعت ربنا يعني المشكلة ان انا مرة اكتر مرة عيضت فيها على الهوى انا عيضت من كلبنا لكتبية فيه اهبل من كده في العالم اختي هي انا هي مقدمة مقدمة عملت سامة 2012 تمانية وعشرين مليون مشاهدة و فجأت لقيت صفحات في السعودية صفحات في لبنان صفحات في كذا طبعا فيه ناس طراغتها و بقيت تكتبها كوتس و يبعتوها كانوا ماما اللي كتبينها انا اللي كتبينها انا اللي كتبينها بايدي في العربية بايدي بس ما علينا يعني بقى و فرغوها بس و قال حيالك انه الكلام انا اللي كنت ايلا انه 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 انا بفرح لاختي زي ما بفرح لنفسي انا معرفش اتحشركت ليه حتى مامتي ساعتها تخضت و انت اتعاتي ليه انا بقى اتحشركت و بقيت اقول ليه الحلقة بازت على فكرة لو كتبتوا على اليوتيوب حلقة الاخوات دعاء فاروق اختي هي انا هتطلع لك و طبعا اتقطعت و كذا حد جابها و كذا موقع بس انا فاكرة ساعتها كانت عاملة حاجة و عشرين مليون ثمانية و عشرين مليون مامتي بقيت تقول لي اهوانتي تتعاتي ليه و احنا كان ساعتها عيد ميلاد بنتي و اخوتي كانوا جايبين لنا ترطايا و شو باي و جايين لبنتي ف انا اتأثرت انه هم سنة دي الكلام ده 2012 من عشر سنين فاتأثرت قوي فحشركت فالدرجة الناس افتكروا ان انا و اخوتي متخنين و مقطعين بعض مامتي تقول لي اهوانتي تتعاتي ليه هوانتم قطعين يعني انا بقيت اقول انا مش فاهم مانيه قطع اخويا يعني اقاطع اختي المهم الحلقة دي من كتر ما عملت رد فعلا انا بقيت امشي في السوبر ماركتس و في الشوارع الاقي بنات تقول لي انتي كنت السبب في ان انا رجعت يعني الاخويا بعد مثلا مقطعنا بعض بقالنا سنين الحلقة عملت رد فعلا مش طبيعي و قبل الترندة تلفيك و قبل البشعر فايه و قبل اي حاجة من 10 سنوات دي من اكتر الحاجات اللي قصرت فيا و خليتني قاعد يعني الحقيق انا اتنين امهات في بعض او انا ست امهات في بعض انا عاملة فيها جديدة بس انا في الاخر عبيطة برضو للأسف بزعى وبعدف وبعمل كل حاجة بس بطبطب وببوس وبحضن بعمل رولز ساعات و ما بنفزهاش للأسف و دي خيابة مني بس خلاص هما كبروا بقى هما كبروا على ان انا اخط رولز و يلا مش عارفة ايه و نعمل ايه بيبصوا لي كده و مثلا بقطول مني يا ربنا يحفظهم لي و يحميهم يا رب بس انا بحب الحنية يعني في الاخر عارفة اللي بيقولك كله بالحب هو كله بالحب يعني في الاخر انا ام شديدة من منظر انما في الاخر انا مش شديدة ولا نيلا كان ديكس يبقى شديدة مرفوض عارفة انا امينة شلباية مرفوض 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 بصي لما تحد يستغيث وبالذات ان هي واحدة من البيت دي عايشة معانا وفصت ولادي ومربيالي ولادي لما بنتها هي لتستغيث لا مقدرش ما مساعدهاش وكان لازم اصاعد الموضوع واكتبه لانه بجد هي محتاجة كل الدعم من كل الناس مش مجرد ان انا هكلم حد يعني انا عايزة اويها وكنت محتاجة محتاجة لها دعم اكتر من ان انا اكلم حد لانه ممكن الحد لو قلتله الستة اللي بتشتغل عندي متخنقه مع جوزها وقع الجملة دي ايه وقاها عادي لما اقلب لها الدنيا وانا الحقيقه يعني حقه علي انه انا كان لازم يعني اقلب الدنيا لانه لو انا بنتي كنت اقلب لبنتي الدنيا لو انا لو اختي هقلب لها الدنيا فمش معنى انها عشان الستة اللي بتشتغل عندي اقوم ايه عاملة فيها ان انا بوصلها هتجيلك الستة اللي كده بدوسها ضريبها وشوف بقى ممكن تعمل معها ايه لا زي ما هقلب الدنيا لحد قريب مني انا بقلب لها الدنيا والحمدلله تم التعامل على اكمل وجه معيها الحمدلله انا با مش مسموح اصلا مش مطروح اساسا للنقاش خلاص ما تخطيش صورة ولادك انتو مالكو انشالله علاقهم على يوفط على ستة اكتوبر انا حرة حدش يتحكم فيي ولا في ولادي ولا اصلا مسموح حد يدخل على صفحتي يكتب ويبدي رأيو عارفة ده اكتر حاجة يعني ما انتي ما انتي غلطانة انتي بتحطي صور الولاد انا حرة انا خط ما خطش دي انا حرة انا فرح بولادي بقى فرحتي بولادي احطهم جنبي كده وتصور معاهم متصورش معاهم بنتي بعد كده بقتش تحب خلاص احترم رغبتها هي اللي ليه الحق انها تتصور اما تتصورش انا احترم رغبتها ليه تقولي لا 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 مش هتصور وهتحط معاك والناس تقول كلامه كده خلاص انا احترم رغبت بنتي انا ما حابت تتصور معايا وتنزل تحط صورتها معايا اخطها طبعا اذا هي عايزة تفرح بامها امها فلانة مثلا انا عايزة تصور مع امها وتنزل صفحيتها ايه يعني مثلا انا هخاف من شوية ناس بتقول كلام كده ده انتي ابنك لو جرتك بخة لتفتحت الباب وقتلك ابنك عامل كده هتمديها على دماغها انا بقى عشان انا مثلا معروفة فعادي بقى بنتي تبقى مشاع لا وإلا ولا يمكن وهفضل اعمل كده لغاية ما يبقى كبار مش هسمح لحد يجيب سيرة اي لا اخوتي ولا امي ولا جوزي ولا ولا حبيبي ولا اي حد وهفضل ارد غيبة اي حد بس كده هبوسي احنا الحمد لله مربينها على فكرة انه لازم حد يحترمها وهي طول الوقت شايفة انه ازاي كده ازاي واحدة تتهان وتتضرب ازاي مش عارفة ايه ازاي ولادها يبقى traumatized ازاي فاحنا مربينها على الموضوع ده وربنا يسطر واللي يجيبقى عدل ما كنتش حطة معايير غير انه ابقى مرتاحة ويا اتجاوز الرجل يعني راجل الحمد لله وشكر الله يا ربين رزقني بمسيدي الرجال يا رب للناس بشكل مطلق انا مش احسن واحدة قوي تنصح بس فانا فاكرة انه انا مرة طلعت اتكلمت انه المقولة بتاعت يا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم دي انا مبحبهش محبش المقولة دي لانه مفيش حاجة اسمها يا مظلوم يا ظالم في حاجة اسمها ناس عادية قادرين ياخدوا حقوقهم وما يفرطوش حقهم وما يباتوش مظلومين ليه تباتي مظلومة يعني مضاع حق ورقهم مطالب ما تباتيش مظلومة يا ستي باتي وانتي بتحاول تاخدي حقك من اللي ظلمك انما ليه يا بخته يا بخته في اي يعني يا مامي يعني يا بخته ده ميت مقهور ده ده دمعتها على خدها ده مظلومة فيا اما بتحاول تاخد حقها يا اما تتنازل عن حقها من مصدر قوة مش ضعف يعني مش عايدة انا مستغنية انا هرتاح لو انا مخدتش ده انما تباتي مظلومة ومقهورة لو تهياطي وتتهري هي هتموت هجرة لك حاجة هيجيلك مرض اوعى اوعى باتوا مظلومين ولا تباتوا ظلمين ليه باتوا حقانيين يا بخت من بات حقاني لا مظلوم ولا ظلم اشتركوا في القناة